جيدا يا أمي أمي اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ تمارين الدرس الثاني لسن 2 نرجع للقاعدة اللي أخذناها مبارح يستردي بيوم أمس أخذنا قاعدة going to حكينا we use going to to talk about future events أنا بستخدم going to مشان أحكي عن أحداث رح تحصل قامتها بالمستقبل كيف أنا بستخدم going to كيف بكون الجملة بستخدم أول إشي هي أو شي أو it بعدهم is بعدين going to بعدين الفعل infinitive مجرد أو بستخدم they و we و you محهم are going to بعد الفعل infinitive أو بستخدم I بعد the I am plus going to plus verb infinitive بعد هالفعل مجرد من الأمثلة اللي أخذناها I am going to watch الفعل بعد going to يكون مجرد شو معنى الجملة I am going to watch TV أنا سوف وشاهد التلفاز he is going to read هو سوف يقرأ we are going to eat نحن سوف نأكل I am to in the future الآن let's move to our activity box open your workbook نفتح كتاب التمارين page number 23 صفحة 23 write the day and the date نكتب اليوم التاريخ today is monday it's the ninth of november two thousand and twenty read اقرأ then look and write اقرأ بعدين انظر وأكتب الآن there are six pictures ست جملة ست صور بدي أكون عليهم جمل باستخدام الضمائر الموجودة هون I am نحدد كل اختصار شو هو am يعني I am you're يعني you are he's يعني he is she's يعني she is we're يعني we are they are there يعني they are فكينا الاختصارات عشان أميز الآن going to سوف بدي أختار الضمير بعدين نكتب ورا going to بعدين الفعل watch tv نكتب معناها watch يشاهد التلفاز play football يلعب الكرة work on the computer يعمل على الكمبيوتر read a book يقرأ كتاب eat a pizza يأكل pizza swim يسبح الآن بدي أبلش تكوين الجملة التالية بس عندي نقطة بدي أحكي لكم إياها دائما لما يكون في غيمة لما يكون في غيمة أنا بستخدم الضمير يا إما آي يا إما وي بكون بحكي عن نفسي أو أنفسنا إذا كان الشخص اللي بالصورة واحد وطالع من عنده غيمة بستخدم آي إذا كانوا مجموعة وطالع من عندهم غيمة بستخدم وي بيكون بيحكي عن حاله متكلم نبلش هون شو الضمير اللي بناسبة البنت she is بعد she is بستخدم going to she is going to هي شو مالها she is going to work on the computer she is going to work on the computer نجي هون he is going to هو سوف شو play football he is going to play football he is going to play football نجي هون they they are going to going to شو بيعملو going to عندي watch TV play football work on the computer read a book they are going to read a book نجي هون شو الضمير اللي بناسبهم اللي هي بتيجي بthey أو you انو اذا بدي اقشر عليهم ممكن استخدم you you are ممكن استخدم you are اعتبر اني بيأشر علي you are going to eat pizza هون عندي مجموعة you are sorry هون مجموعة بيحكوا عن نفسهم we are going to watch TV we are going to watch TV نيجي هون واحد بتحكي عن حالها I am going to swim I am going to swim I am going to swim الان بعد ما انهينا التمرين هاد فيه تمرين متعلق بالدرس نفسه بالصفحة page number 24 الان write the day and the date up نكتبه اليوم التاريخ today is monday it's the 9th of november 2020 write the sentences اكتب جمل what are they going to do شو هما بدهم يعملوا اول اشي بدي احدد الضمير لكل شخص she she is going to he is going to she is going to he is going to she is going to الان حددنا الجزء الاول من الجملة بعدين بكتب الفعل هون عندي she is going to go skateboarding تذهب للتزلج نيجي هون he is going to شو بدي اعمل watch تي في نيجي هون she is going to work work on the computer on the computer on the computer هون he is going to draw هو يريد ان يرسم she is going to eat going to eat هي سوف تأكل هيك بنكون ان هنا جزء التمارين المتعلق بقاعدة going to بكرا ان شاء الله بناخد لسون free good luck ويعطيكو العافلة اشتركوا في القناة